مرهب فيكم جديد. موضوع الفيديو هاد راح يكون عن الكذب وكيف تكشف انه الشخص اللي قدامك قاعد يكذب عليك. عن طريق 11 علامة راح حكيهم بهذا الفيديو. بس قبل ما نبلش حبيت اخبركم اني بقدر استقبل اسألكتكم الخاصة واستشاراتكم عن طريق الانستجرام. فما تتردد انك تبعثلي ميسيج عن الانستجرام. حطتلكم الرابط تحت في البيو. وهي كمان اليوزر نيم. معاكم خليل يوسف ما تنسوا تعملوا اللايك وسبسكرايب وتفاعل كمان زر الجرس. وخلي ننبلش. نبلش باول علامة بتدل على انه الشخص اللي قدامك قاعد بيكذب عليك واللي هي بيغير وضعية راسه بشكل سريع ومفاجئ. يعني ممكن اذا انت سألته سؤال يغير وضعية راسه يا اما ورا. يا اما اللي قدام يا اما على الاجناب. بس بشكل سريع وقبل ما يجاوبك على السؤال تبعك. اما بالنسبة لثاني علامة بتدل على انه الشخص اللي قدامك قاعد بيكذب عليك اللي هي طريقة التنفس سبعته بتتغير. فبصير يتنفس بصعوبة يرفع كتافه شوي لفوق. حتى صوته ونبرد صوته بتتغير. وهون بصير ياخد هوا ويطلع هوا كثير لجسمه. كل هاد نتيجة زيادة معدل ضربات القلب وكمان تدفق الدم بجسمه. وانت دايما اعرف يوم ما تمر بهاي الح Sound عدد انت متوتر وممكن تكون بتكذب. طبعا هاي العلامات بودل انه الشخص اللي قدامك قدامك قاعد بكذب مش انت. بس اذا ميرت بهاي الحالة فمعناته هو قاعد بكذب عليك. اما العلامة ثالثة اللي بتدل على انه الشخص اللي قدامك قعد بيكذب عليك لانه باخد وضعية ثابتة سواء واقف او قاعد بكون ثابت ومش قعد بتحرك كثير دايما يوم تكون بحوار مع شخص معين وكان في نقاش وحسيته انه قعد بيكذب عليك او مش قعد بيحكي الحقيقة وشفته واقف باستقامة ومش قعد بيحرك حاله او قاعد هو مستقيم ومش قعد بتحرك ولا بيعطي ردات فعل عادي زي اي انسان طبيعي وشخص في حوار طبيعي اتأكد انه فيه جوات ومعركة عصبية فعشان هيك بيحاول يظلو ثابت عشان يخفي اللي جواته والكذب القاعد بيكذب وعكس الانسان الطبيعي يوم يكون بحوار جدا عادي بتلاقيه مسترخي وبيحكي باريحية وبتحرك بشكل جدا عادي وبتستخدم كمان لغة الاشارة وصلنا حاليا للعلامة الرابعة اللي بتدل على انه الشخص اللي قدامه كذب اللي هو بعيد الجمل والكلمات اللي قاعد بيحكيها كثير شوف دايما اذا الشخص قاعد بعيد بالحكي كثير ونفس الجمل ونفس الكلمات فنسبة كثير كبيرة انه قاعد بيكذب عليك وهذا الاشي ممكن يفيدك اذا كنت انت مكالمة هاتفية وشخص اللي قاعد بيكذب عليك على التليفون بتلاقيه قاعد بيحكي بالكلمة وبزيدها كثير ليش لانه هذا الاشي بيكون مخبي وراه اشياء كثيرة وغير هيك بيحاول يكسب وقت ويضيع وقت ويقنعك في الكذبة ليش بيكسب وقت ويقع بيضيع وقت عشان يجمع مجموع من الافكار عنده ويجمع هاي الكذبة ويحكيها براحته بعد ما يوخذ هذا الوقت ويقنعك في الكذبة تبعته العلامة الخامسة اللي بتدل على انه شخص اللي قدامك بكذب عليك اللي هو بعطيك معلومات كثير يعني بتلاقيه بعطيك كثير معلومات عن الموضوع بعطيك كمان تفاصيل انت ما بتهمك يعني انت لو تيجي تسأل حالك طب شو انا بهمني بالموضوع اللي قاعد بتحكي فيه او التفاصيل اللي قاعد تعطيني اياها يعني خلينا حكي مثال اذا انت روحت على بياء مثلا قاعد يشرح لك عن منتج مثلا خلينا حكي عن الكفر هاذ وبلش يشرح لك عنه كثير يعني هون اي مثلا بياء ممكن يحكي لك هذا الكفر سعره مثلا 2 دولار وعجبك عجبك ما عجبك لا تشتري يعني اما ممكن واحد بده يكذب عليك عشان يبيعك المنتج بيحكي لك هذا المنتج اجا من امريكا خصيصا للمحل تبعنا وهذا ضد المي وابصر ايش وكمان شوي بيخلي لك اياه يطير فاعرف انه كذاب مدام بعطيك كثير معلومات وتفاصيل عن المنتج تبعهم او مثلا كثير في عندنا مثال واضح زي طلاب الجامعات والمدارس يوم يتأخروا مثلا عن الدوام واذا سألهم الدكتورة والاستاذ ليش يتأخرتوا عن الدوام ممكن يجي يقول له الطالب او الطالبة والله يا استاذ مش بقول له كنت نايم وبسابع نوم لا بقول له والله كان في ازمة ومن هالازمة حاولت افوت بطريق مختصر فوتت ع الدخل اللي على اليسار وبس فوتت ع الدخل اللي على اليسار لقيت مطب والمطب حولني الى شارع فرعي وطلاني على شارع المطار وهذا شارع المطار يعني بعيد عن الجامع فعشان هيك انا اتأخرت فيوم ما حدا يعطيك معلومات كثير وانت مش بحاجتها فيعرف انه قاعد يكذب عليك وطبعا هذا الاشي بتقدر تستفيد منه اذا كانت الكذبة عن طريق مكالمة هاتفية اما بالنسبة للعلامة السادسة فهي اللي بيكذب بيحاول يغطي ثمه يعني اذا سألته سؤال وحاول يغطي ثمه ويحكي بصوت واطي فاحتمال انه يكون بيكذب عليك العلامة السابعة اللي بتدل على انه الشخص قاعب بيكذب حسب منظمة الاف بي اي بتحكي انه بيغطي اجزاء من جسمه خصوصا في المحكمة اذا كان القاضي قاعب بياخذ شهادات الموجودين هناك بتلاقي مثلا المجرم بيحاول يغطي مثلا يحط يده على صدره او على حلقه او مثلا ممكن يغطي راسه زي هيك هذا كله بيدل على انه الشخص قاعب بيكذب عليك العلامة الثامنة اللي بتدل على انه الشخص كذب انه شويه بتضحك انه بيشبك رجليه ببعض حسب الدراسات تحكي انه شخص كان متوتر وقاعب بيكذب راح يشبك رجليه لايراديا ببعض المحاولة منه انه يحاول يطلع من الموضوع ويخرج من هذا الموضوع لانه بيحسك بكثير بتوتر فدائما ركز على حركة الرجلين العلامة التاسعة اللي بتدل على انه الشخص كذاب وهي نوعا ما سهلة واي واحد ممكن يلاحظها انه بتلاقي الشخص القدامك بيلاقي صعوبة بالحكي معك اذا لقيت الشخص القدامك بيلاقي صعوبة بالحكي معاك وريقو ناشف كل هذا نتيجة انه الجهاز العصبي قاعب بيقلل افرازات اللعاب بثمه جوال ثم تبعض فهو نتيجة هذا الاشي راح تلاقيه بيلاقي صعوبة بالحكي معاك وكمان بيبلع ريقو كثير وممكن يحاول يرطب شفايفه كمان وصلنا حاليا للعلامة العاشرة اللي بتدل على انه الشخص القدامك كذاب اللي هي بيحاول يطلع مباشرة على عيونك بدون ما يرمش يعني الشخص الطبيعي دايما يوم ما يكون يحكي الحقيقة ويحكي بموضوع عادي تلاقيه بتطلع بعيونك برمش بتطلع فوق تحت اشارات اما الشخص الكذاب تلاقيه دايما متطلع دايركت في عيونك وبدون ما يرمش وبدون ما يحرك يعني انت وما بتطلع بتلاقيه دايما متطلع بعيونك كل هذا بيعمله بس عشان يتلاعب فيك ويخب الحقيقة وممكن كمان يكون عكس هيك تماما انه يكون بيرمش كتير عشان هو قعب بكذب يعني عنا خيارين ياما بتلاقيه مبحلق في عيونك ومركز زي من بعيونك ياما بتلاقيه قعب برمش كتير فالي اثنين بيدلوا على انه قعب بكذب وصلنا حاليا لاخر علامة بيدل على انه الشخص القدامك كذاب اللي هو انه بتستخدم الاشارة عليك بكثرة يعني خصوصا ده احكي لكم شغلة اذا احيانا شفته مثلا محاكمة الاثنين وفيه شخص بلش مثلا يسب ويدعي وانتو الحق عليك وانا مظلوم وانا 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 وهو المجرم وهو اللي يسوه وهو عمل فهاي العلامات بتدل على انه هو شخص كذاب طبعا اللي عنده خبرة بكتشف هذا الاشي زي القاضي يعني مش حاطينه من فراغ فهو بكون عارف الحقيقة وعارف انه قاعد بكذب من لغة الاشارة اما بالنسبة للحوالي بتلاقيه والله هذا مسكين والقاضي مثلا ما اخذ الخيار الصحيح فالكذاب لما يحس بتوتر باستخدم لغة الاشارة دايما عليك بحاول لقلب الطاولة دايما عليك وهيك بكون وصلت لاخر الحلقة بتمنى انكم استفدتوا منها وبتمنى انكم كمان تصيروا تكشفوا اللي بكذبوا عليكم بيومكم لانه الكذابين بصراحة بالوقت الحالي كثير كثار واذا عجبكم الموضوع حكولي انه اسوي جزء ثاني منه بكون كثير مبسوط كنت معاكم خليل يوسف بتمنى انك تعملي لايك وسبسكرايب للقناة والسلام اشتركوا في القناة